أنا أظن يسمح لي الأستاذ أبو جرى فيه واحد ما نقولش مغالطة ولكن فيه التجاوز على واحد الحقيقة بسيطة هي أنه لم يكن فيه حوار جد ومفتوح بين الحراك والمؤسسة العسكرية صحيح أنهما مؤسستان الباقيتان الآن في الجزائر اللي عندهم شرعية ويحظون بقبول الشعب الجزائري ولكن ما كانش حوار مباشر صحيح مثل ما قال الأخ أبو جرى ما كانش ممثلين لهذا الحراك اللي قدروا يتفاوضوا على المطالب تلك الحراك ونظن أن هذا إيجابي لأن الحراك المطالب التعو يجب أن تصل بالطريقة اللي ره يوصل بها الآن المطالب التعو أحيانا يرتفع السقف إلى الأعلى أحيانا فيه توازن بين ردود الفعل مؤسسة الجيش وبين مطالب الحراك هذا شيء إيجابي لكن المؤسسات الأخرى القائمة الآن لا نعتبرها شرعية ولا تلبي مطالب الحراك وأنا مع فكرة الذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تكفينا تسعين يوم لإجراء انتخابات رئاسية وخلال التسعين يوم لا نستطيع أن نجد المرشحين كان الجيش ماشي في هذا الطرح في سن غير مؤسسة الجيش ماشي في طرح نبقى في الدستور وأسرع حل ما يمكن هكذا قال يوم بيت صالح هذا الخطأ هذا الخطأ لا أدري من من الإخوة قبيل قال لازم يحدث فيه توازن بين الدستور وبين خارج الدستور نبقى في الإطار الدستوري نعم ولكن في حدود معيها إذا رحلوا الباءات يا أستاذ غرمون ما الذي يعطل وما الذي يمنى أن تكون رئاسيات في ربع جويل تكون رئاسيات بحكومة مقبولة وبشخصيات مقبولة تكلمنا منذ قليل عن الآليات الآليات المتوفرة الآن وسمح لي سأجيب الأخ أبو جرى عندما قلت على بلعيز أن تاريخه أسود قال لي وضحنا تاريخه أسود يعني هو تاريخ تزوير انتخابات أقول لنا هذا النظام بروفيسيونال في تزويره على الانتخابات نحن لا نقدر نجد انتخابات بهذا الإدارة نحن نطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات لكي نصل إلى انتخابات شفافة وعندها مزاقية يجب علينا أن نعمل أكثر من ثلاثة أشهر يجب علينا تصفية القوائم من الموتى من الزواجية على الأسماء في البلديات أنت برحب بثلاثة أشهر يعني في عمل كبير سيبنوار أشرايك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر